انا عندي سؤال بس سؤال يعني ايه تعبني ومحيرني يعني ايه بص يعني حد بس يركز معايا ويجاوبني سريعا هو بطولة دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي اللي بيلبس احمر ده بيلعب فيها احنا بنلعب بطولة تانية غيرها يعني هل مثلا احنا كنادي الزمالك بنروح بطولة مستحيلة يعني لما تلعب في سادة القهيرة مع مرودية الجزائر وماتش يخلص صفر صفر ومش عارف تجيب فيهم جون طول التسعين دقيقة هل انت كنت تصدع المستحيل سيدي ومال ليه الكرة سهلة مع الاهلي يعني ليه الكرة سهلة ليه ليه الكرة سهلة ليه انت بتضيقني يعني تفرج النهار ده عمطش تقالي مع المريخ ما شاء الله واحد اتنين تلاتة كفاية مش قادر انا مش عد تاني خلاص انا شك هم حلوين كده انا انا شفتهم تلاتة ومش هغيرهم تلاتة باهم حلوين او كده تلاتة دول خلاص مش قادر اعد تاني خلاص ايه المستحيل مبكورة سهلة ده بواليا جاب جن يا مؤمن ده بواليا جاب جن وجن حلو جن حلو يقطع على سنة المنتقدين واعتقد ان بواليا بعد الجن ده احذر يا معلم لان بعد الجن ده بواليا هينطلق يعني يخليك فاكر الكلمة دي كويس جدا بعد الجن ده بواليا هينطلق ومش هيرحم بواليا جاي ومش هيرحم انا كان ليا وجهة نظر وكان تمني ان بواليا مش يبقى هو المهاجم اللي الاهلي يحقق فيه ضلطه ولكن اعتقد بعد الجون النهاردة الوقت شايت الشوطة بفترة بص الكورة جون انا 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 جاي واللعبة حمسيت وعمل وبتاع فربنا يسطر من القادم ووقفش حلو جميل وكهرباء لزيز والكورة سهلة وغيابات بالجوم لا ما شاء الله ولا قوة الا بالله ومحمود وحيد يعني راجل بدأش الناو محمود وحيد محمود وحيد بدألو سبعين سنة بلعبش عمل مطش كويس ياسر ابراهيم جنبادر بنون تشكيلة مميزة او كوكتيل مميز قال يود يانج تعال لعب انت بالك فترة ما لعبتش كتير تعالها كهرباء تعالها افشا يلا انزلوا يا جماعة يلا خش يا ابواليا مش عارب ايه 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 وبعدين لا عادي والاهلي دنيا سهلة معاه بسيطة زان المريخ السوداني في ملعبه مريخ السوداني تقريبا ما شافش جون الاهلي يعني تقريبا الشناوي لو هتدي له تقييم هتدي له اقل تقييم في المباراة لان هو ما شفت الشكله انا ما شفت الشكل الشناوي استأذنك قبل ما خش في الحلقة او قبل ما اتنرفز وان شاء الله يا رب ما اتنرفز وما تعصبش لو انت اول مرة تشوفني هيكون ليه الشرف في تحت زرار احمر مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك دوس عليه وجنبه جرس دوس عالجرس وختار اول اختيار ولو انت جديد اقل قديم معنا في القناة ما ننساش تعمل لايك لان اللايك مهم جدا في انتشار الفيديو ما ننساش تعمل كومنت وما ننساش تعمل شير للحلقة في كل مكان ما تنساش اللايك ايوة شايفك اعمل لايك الاهلي والمريخ السوداني في اولى مباريات النادي الاهلي في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا شفنا النهاردة كرة بسيطة يعني خلينا نتكلم بقى على موسيماني بالايس كاب شفنا كرة بسيطة وسلسة سلاسة او اربعة يعني ما شاء الله الكرة راحة سهلة النقل في الرجل سهل واحد طبعا يجي يقول لي يا عم ما ما تقفورش بقى الاهلي بيلعب فريق المريخ السوداني مع كامل احترامنا الفريق المريخ السوداني وطبعا كان كامل احترامنا الفريق مريدية الجزائر اللعب الزمالك برضو فريق السوداني على قده يعني مش فريق قوي قوي مش فريق بينفس على البطولة مش فريق احد المرشحين فما تقفورش يعني مع احترامي بس المريدية الجزائر تاني والشعب الجزائري كله على دماغي هو هل مريدية الجزائر كان فيه اي نقض رياضي مرشحها هتاخد البطولة هو فيه نقض رياضي انت سمعته بودنك مرشح مريدية الجزائر اصلا في مجموعة الزمانك والترج إن هي تسعد اصلا لا وما ليه اللي حصل عندك في القاهرة ده هو سوق توفيق وسوق حظ أنا بقى بيحبش بقى الكلام ده إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل انت عملت شغل كويس وعملت عمل كويس ربنا ان شاء الله مش هيضيع أبدا اللي انت عملته خالص انت اكتهدت وعملت اللي عليك ربنا هيخليك تخش وتجيب جنو اتنين وتلاتة واللعبها كلها ربنا هيكافئها كل لعيب تعب ربنا هيكافئه لكن انت نزلت عملت شلت في الهوى وتعمل في السماء وتجيب في الجنب اليمين والجنب الشمال وتعمل نفسك مهاري وتشقلب بظهرك وتخش قدام ليه وفي الآخر الناس زعلت مني إن أنا طلعت أو الزمالكوية يعني حبايب زعله مني أنا طلعت اتكلمت وقلت الزمالك المطش اللي عمله وأنا مش مبسوط وأنا متضاق وأنا منفعل ليه انت منفعل للناس لأيه بعملت اللي عليها أنا بكره الكلمة دي جدا طب ليه الكلمة دي مش في قموس الاهلي تعال نفكر والله العظيم بدل ما احنا نبص الفرقة تانية ونشوف أخطاءها ايه مثلا زي النادي الاهلي لا احنا نبص لنفسنا ونصلح من نفسنا ليه احنا دماغنا مش كده لا عقليتنا مش كده ليه كل لما نعيب يعمل حالة غلط ونحنا نتطر عليه ليه كل لما نتعادي نقول معلش مش حظهم النهاردة ليه لما نقصر نقول بس عملنا أداء كويس شجعوا الرجال لما هو طبيعي إذا أمن العقاب ساء الأدب ركز معايا مع احترامي لكل لعبت العالم أي لعب في العالم في فرقة لو عارف إن الجماهير لما يغلط هتسقف له لما يشتم هتسامحه لما يطلع بره وبعايز يروحنا دي تاني منافس ويرجع لك تاني هتطبطب عليه لما يجيب جون ماشي لما ما يجيبش جون ماشي في أي حال من الأحوال ماشي تحس إن فيه حتة سلبية كده وأنا بكره الموضوع ده جدا جدا ليه الموضوع ده مش عند الأهلي لعب بيتنمرض بيطرد الفرقة بتتعادل الجماهير بتاكل اللعيبة الفرقة بتخسر الجماهير بتموت اللعيبة الفرقة مش عارب بتكسب الجماهير تقولك واحد واثنين بس لا إحنا عايزين خمسة ستة وسبعة فدائما اللعب عنده فيه وراح عارف إن فيه حد هيحزبه وفيه جمهور فيه خايف من رد فعل الجمهور عارف إن الجمهور مش هرحمه لكن إحنا بنطبطب ونحسس وندادي وإحنا طيبين وعسلين وكيوت وأمارات كلنا والله العظيم موضوع ده بنرفزني جدا فمحدش يقول لي انت شكلك بالطب للنادي الأهلي طب اللي إيه انت حاليا في مصر والله العظيم بما يرد أقوى منظومة كروية في القرى الإفريقية هي النادي الأهلي عايز يعمل إيه تاني يعني الموسم ده لوحده دوري أبطال أفريقيا دوري مصري كاس مصر تالت عالم في طولة كاس عامل الأندية زائد كمان اللي لسه عنده سوبر مصري وعنده سوبر أفريقي بنسبة كبيرة جدا هياخد السوبرين فالراجل عمل خمس بطولات ومداليا برونزية يعني انت متخيل انت متخيل الموضوع ده يمكن بس أنا فيه كورة افتكرتها للشناوي بس أنا قلت شناوي كان أقل تقريبا أنا هم ما شفوهش يمكن شوط التاني في آخر وكده حصل هجم على الشناوي الشناوي تقلق جدا وقدر أنه هو يشيل الكورة أنا بس عايز أقول لك يعني والله الموضوع عشان تفرج على المطش وتحلله لازم يبقى مطش فيه هنا وهنا لا الاهلي كان ما شاء الله مساطع على المباراة من أولها لآخرها لعب أربعة اتنين ثلاثة واحد وكان رمي بوليا قدامه كهرباء يساعد شوية يساعد شوية مش عارف مين يساعد شوية زي الفل الكلام ده كل السلية يزيد يزيد مش عارف بدر بدوني لعب كرة طولية الاهلي النهاردة الخطة كانت على الوراء أربعة اتنين ثلاثة واحد ولكن هو لعب كل اللي موجود في كرة القطة متعمل كل حاجة موجودة في كرة القطة متعملت النهاردة يعني عمل ثروهات حلو أرضية عمل ثرولوب عمل رفعات سادة مباراة وقتات الجزاء لعب بهاينزا ديفنس وقدر يختارك الدفاع شاط بقدة بالهيد وكرة أفشل اللي هي عرضية محمد هاني بصراحة بقاله فترة متقلق جدا نعتقد جايله عرضه قريب فاللي أنا بقوله بس يعني بكمل الروح الرياضية ألف مبروك للنادي الأهلي على الفوز وبجد أنا يعني عارف اللي هو إيه مش عارف والله بس أنا حزين يعني لما شفت الأهلي النهاردة بيلعب وشفت الزمالك أخر مرة بيلعب أنا أنا متداي يعني أكيد غصب عني رجل بشجع في رقائتي بالزمالك وبتدايق وده ما بتحرق على الزمالك أنا متداي يعني شفت المنظر طبعا ما شاء الله ولا قوة إلا بلعش حانشي يقوله بتحسد والله خالص ما بحسدتش خالص ما شاء الله ربنا يوفق الجميع ولكن أنا طبعا متداي أنا مش حابب كده مش حابب الروح اللي كده ليه أنا دائما بقارن نفسي بالنادي الأهلي آه النادي الأهلي آه آه كسب آه علشان هو آه الناس بتطبله علشان الحكام آه إيه آه معاه أي كلام في أي حتة قسم من بالله وبقتنعش بالكلام ده بتلاتة جنيه على بعض أنا الكلام ده بيخشش دماغي لو بجأتناقش مع حد ولينادي الأهلي بيتحكيم نادي الأهلي نادي الدولة النادي الأهلي بيرشي آه العالم كله يا عم ما كانش يخد كل البطولات دي وبره مصر تقول لي أفريقيا كمان بيرشيهم طب كاس عالم الأندية آه راشا قطر عشان ياخد تالت طب في اليابان في 2006 ادى اليابان رشوة طب في مجرد ضرب التبانة راشا تدبانة ما قتلهاش ما راشش بيروسول عليها يعني ادى تدبانة بفروس ولا زي يا عم صلى على النبي معلنا يا جماعة ألف مبروك النادي الأهلي وهرض لك لنادي الزمالك في مولودية الجزيرة ان شاء الله نعود بإذن الله آآ كان ماخوك عمراء تفاقرات صاحبك وان شاء الله فيديو جديد السلام عليكم